اشتركوا في القناة كل شخص يطمح انه يشوف من الارض شو في فوق ومن فوق شو في على الارض بقى بس هي الفرصة جيتني وقتها سفرت على امريكا وتعفي يعني بامريكا تتاح الفرصة لنا للاستفادة من كل شيء بجوانب الحياة بقى يعني كانت بصدفة بالاساس انه اخدوني بسيارة للفي اي بيز يعني وكانت ليموزين ورا عم بحطولي فيديو عن شركة تعلم الطيران طيران الاليكوبتر بقى استخدمت الفرصة هوني وقالت لهم بليز ضلوني على الشركة وكانت بالاساس هي طلعت فيها لحتى اعمل تور بالفضاء بس كنت انا قلت لهم انه انا خلاص بدي اتسجل لحتى اتعلم بس اول ما عملت التور خفت لدرجة انا شو جاي اعمل لحدات ما بعد هنا بلجت اتمرأ وكانت فعلا شاية رائعة بس تجربة حلوية تجربة رائعة بس صعبة كتير لانه تعرف الهليكوبتر تقشع كل شي تحتك يعني مش مثل الطائرة عادة طائرة مجالة صغيرة مجالة صغيرة بتحس حالك بامان اكتر يعني كانت تجربة صعبة بس حلوية بنفس الوقت يعني واخدت الشهادة على اثارة من الالفين وتساعة غرزيالا حضرتك سفيرة رؤساء فروع المنظمات الدولية في لبنان والشرق الاوسط فقط لنوضح قليلا هذه الصفة ما هي مهامك بالضبط يعني بهذا المنصر نعم يعني مهامي سوسيو كولتورال يعني ثقافي اجتماعي انا اتعامل مع عدة منظمات دولية من هون منظمة العفوة الدولية منظمة مكافحة الفساد منظمة الفرانكوفونية ومؤخرا كتير عم نشتغل مع منظمة حماية الطفل وتعزيز الاسرة الدولية وهذه المنظمات فعلا يعني عم بيساعدون كتير لحتى نقدر نشتغل ببيروت يعني فوتنا على ادخلنا الى لبنان والشرق الاوسط عادة شهادات دولية منها شهادة الامتياز العالمي اللي قدمناها للشحرورة صباح وقت دكتور وديع صافي بالالفين وعشرة وكان في شهادة دولية للبنان طعنا بالبيئة شهادة البيئة كمان منحت للبنان كمان بالالفين وعشرة ومنها انطلقنا لبقية السنوات كمان وبجولاتي بالمناطق استفيد من الخبرة ودراساتي اللي عادة انا بعملها من خلال يمكن السيمبوزيوم رسومات او نعلم الاطفال على تنميتهم بثقافتهم من الداخل مؤخرا في كتير اشياء لانه انا كمان خسلت على شهادة بالاسعاف من الصليب الاحمر ست كمان عم نروح على جولات المناطق المحتاجة عم نعطيهم دراسات بحالة الطوارئ وكيفية الاسعافات الاولية وكيفية انه هو الانسان يحمي نفسه دي جهلة اي مخدر ايضا هناك صفة يعني توقفنا امامها قليلا وهي التحكيم الدولي والبروتوكول الدبلوماسي ما هي هذه الاسعافات ايضا ما مهمك التحكيم الدولي هو يعني دراسي في كيفية ان تكون قاضي خاص لي عادة كونفلي يعني كيف تقولك عادة مثلا في عندك شركة عالمية تجارية مع شركة اخرى بغير بلد صار فيه ممكن تباين او تباعد بالافكار بعضهم في حل مشكلة معينة يتجهون نحو قاضي خاص يلي هو اخبيط انترنسونال او محكم دولي يعني هاشي انا درستوا يعني فتت بي عادة مجالات تحكيم ان كان بالغرفة التجارية لبنان وفرنسا ولبنان ولندن ربما بدون ان نشعر نقف امام سيدة شاملة سيدة جرازيالا من الدبلوماسية الى الفنون الى الغناء الى الرسم الى الهندسة من جانب معين ماذا عن مشروع عالم جرازيالا الذي بصدد الاعداد له الان وهو يشمل عالم ابتكارات هندسية عالم عطور رسوم اين ستذهب جرازيالا؟ هايدي مهم كتير سؤالك لان انا من قيلته ومعرف كيف جبت المعلومة بهنيك يا باسما هو فعلا الموندو دي جرازيالا او عالم جرازيالا يلي يبتدئ من منزلي يلي شفتي لانه في بقلبه بداخل المنزل في الانتكارات الخاصة بجرازيالا من الفورنيتشر ديزاين الى العطور الى ما هونالي ولكن لما يطلق الموندو دي جرازيالا هو اردي مسجل يعني بالغرفة التجارية بس لم يطلق بالعالم بعد لانه رح يطلق بضمن مهرجان دول كبير لانه سوف يعنى كمان بتنظيم المهرجانات الدولية هل سنشهد ذلك قريبا؟ ان شاء الله ان شاء الله عم بانشاء الله ربما وصلنا الى ختام هذا الحلقة جرازيالا سيفا لكن قبل ان نختم لابد ان نستغل فرصة وجود جرازيالا لنسمع ايضا لغهة اخرى واغاني اخرى من حضرتك ولكن قبل ذلك سنتجه مباشرة الى السجل الذهبي وهو عادة الذي يؤرخ لنا او يترك لنا ذكرى بصمة من الضيوف الكرام الذين يحلون على برنامج مبدعون سنطلب منك ان تكتبي لنا كلمة الى برنامج مبدعون من حضرتك على ان تضييليها بتوقيع جرازيالا سيفا بأي لغه بديك؟ مثل ما بتحبيك؟ هلا ها اكتبوها بلغتين بس لحتى هيك نجعاني تذكر شكرا جرازيالا سيفا لبرنامج مبدعون الكلمات التالية باللغتين العربية والانجليزية قائلة شكرا للكم انا فعلا بشكركم للكم لانو بعرف قديت عزبت ومعي لحتى تقدروا تجمع هالمعلومات كلها فعلا تقديري للك للاخراج لتقنية الصوت للتصوير للإضاءة فعلا يعني حسيت حالي كأنه الجلسة باي بي داخل المنزل يعنا بدلا من ان اشكر انا اصطفى العمل غرازيالا هي شكرتكم زملائي العزاء في برنامج مبدعون شكرا لكل من ساهم طبعا في انجاح وانجاز هذه الحلقة على الدوام في الاسبوع المقول باذن الله سيكون معنا ضيف جديد في برنامج مبدعون مع موضوع جديد حتى ذلك الحين وفي كل حين تقبلوا تحياتي انا باسي مع عيسى صرحان وننتقل الان لنستمع الى اغنية من اختيار غرازيالا سيف لنختم بها اشتركوا في القناة